ترند الآخر والحمد لله أنا سعيد جداً بردود الأفعال منذ الأمس وإحنا بنفتح ملف التحكيم المصري بشكل عام ونبنتكلمش بأخطاء تحكميها ليه علاقة بالملعب إحنا بنتكلم في معايير وفي إدارة لجنة حكام والسراتيجيتها في إدارة هذا الملف خلال الفترة القادمة الردود اللي فعل الحمد لله أنا برح كانت إيجابية لكن البعض برضو حاول يصدر أزمة وينط على المركب كده ويعمل موضوع غير صحيح ويقولك بياني نادي الأهل يتكلم في نقاط غير واضحة ويتكلم في معلومات غير صحيحة وإزاي الأهل عايز حكم مصنف رقم واحد وإبراهيم نور الدين هو المصنف رقم واحد أنا هرد عليك بمعلومة عشان برضو لما تطلع لازم تبقى مذاكر وعارف أنت بتول إيه التصنيف هنا بيرجع للاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي مش للجنة الحكامي اللي بترسل القائمة الدولية ممكن أنت هنا في مصر تحط إبراهيم نور الدين رقم واحد وبعدين محمود البنة عشان تستبعد جهات جريشة من إدارة مباريات كأس العالم عشرين اتنين وعشرين ودي أزمة كلنا فاكرنا حصلت ما بين فترة جمال الغندور وفترة عصام عبد الفتاح وجهات جريشة طلع يتكلم في الجزئية دي فبالتالي التصنيف اللي تحطي هنا ما كانش إبراهيم نور الدين رقم واحد لهو تحط رقم واحد وبعدين محمود البنة عشان جهات جريشة مايروحش كأس العالم هل إبراهيم نور الدين هو المصنف رقم واحد في إفريقيا وفي مصر أو تحديدا في مصر لا مش مصنف رقم واحد بدليل أن أمين عمر اللي مش مصنف ضمن التلاتة الأوائل هو اللي مرشح لكأس العالم عشرين اتنين وعشرين في قطر فبالتالي إبراهيم نور الدين ليس الحكم المصنف الأول في مصر أكبر دليل على ده كمان ودليل آخر أنا بقول معلومات مش بقول أراوة لوهات نظر شخصية إبراهيم نور الدين في كل المباريات الاتحاد الإفريق اللي بيسندها لطاقم تحكيم مصري بيكون حكم رابع بيكون حكم رابع ما بيكونش حكم ساحة وعلى فكرة أزمة إبراهيم نور الدين ما كانتش فقط موجودة في البطولة العربية لا نعمل فلاش باك من ثلاث سنين لما كانت فيه مباراة ما بين مالي وموريتانيا في 2015 استعدادا أو 2017 استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للمحليين في المغرب وحصلت أعمال شغب ووقتها إبراهيم نور الدين استبعد من المباريات الافريقية لفترة طويلة فكرين المشهد والموقف ده من ووقتها إبراهيم نور الدين حكم رابع في كل المباريات الافريقية حتى لما دخل في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر دخل لأن مصر بتنظم البطولة وبعد مين؟ بعد مجهات جريشة كان ضمن الحكام هو ويأمين عمر وبالتالي كان محمود البنى الحكم الثالث أو كان إبراهيم نور الدين الحكم الثالث ما كانش الحكم الأساسي ولما كان فيه اختيار لتحكم مصر في مباراة المغرب وكتفوار تم استبعاد إبراهيم نور الدين وأصندت إليه مباراة واحدة فقط مباراة أنجولا وموريتانيا وكانت مباراة تحصيل حاصل في الدوري المجموعات لبطولة الأمم في مصر فبالتالي محدش يزايد على بيان النادي الأهلي في هذه الجزئية لأن الأهلي لما تكلم تكلم بمعلومة إبراهيم نور الدين ليس حكم مصنف ومباراة شرحت وقلت ليه بيتم اختيار عدد من الحكام في بعض المباراة لأن اللجنة ليس لها دور في اختيار الحكام والاختيار هنا للحكام بأنفسهم ولما قلت أن مباراة الأهلي وبيرامدز فيه خناء عليها مباراة موظم وسائل الإعلام تنقلت هذا الخبر وبتتكلم عليه لغاية اللحظة دي ونشوف مين هيكون حكم مباراة الأهلي وبيرامدز الفترة اللي جاية إذن لما بنتكلم في هذا الملاد بنتكلم بمعلومات وابراهيم نور الدين بعيد تماما عن الصورة في التحكم الإفريقي خلال الفترة الأخيرة وبالتالي آخر نقطة يجب على لجنة الحكام لما تسند هذه المباراة الكبيرة تسندها لحكام مصنفين عندك جهات جريشة من الحكام اللي عنده خبرة طويلة حتى لو فيه أخطاء تحكمية وعندك أمين وعمر مرشح لكاس العالم وعندك محمود البنة وابراهيم نور الدين بيجي بعدين في الترتيب الرابع أو الخامس على الأقل تبقى للتصنيف الدولي واختيارات الاتحاد الإفريقي في المباريات الإفريقية دي كانت فقرة مهمة جدا من فقرة تريند تريند